ملايين الزوار العرباء والأجانباء يتوفدون سنويا إلى المراقد المقدسة لإحياء مراسيم الزيارة الدينية في كربلاء وقصد الأماكن المقدسة في هذه المحافظة ومن أجل تطوير قطاع السياحة في البلاد وتنشيطها قام المحد التقني في كربلاء بالتعاون مع العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية مهرجان ربيع السياحة الأولى السياحة هذه الثروة المستدامة التي تنفع في كل مكان في الواقع خدماتنا في كربلاء كثيرة وعديدة لتنمية موضوعة السياحة السياحة مهمة في كل بلدان العالم من هنا نقدم هذه الخدمات من مدن زائرين من معارض كتاب من مستشفيات من خدمات من شرق العراق إلى غربه من شماله إلى جنوبه هدف من هذا المهرجان هو نشر الوعي السياحي والثقافة السياحية بين أوساط المجتمع الكربلاء وذلك لما لقطاع السياحة من أهمية في المحافظة ولعدم وجود فهم من قبل الناس بأهمية احترام واستقبال السائح سواء كان زائر جيني أو سائح للأثار والمواقع التاريخية فعاليات المهرجان ركزت على أهمية تسجيع السياحة لدى الزائرين وسبل تطويرها في البلاد حيث أن السياحة تسهم بشكل كبير بتنشيط الوضع الاقتصادي في العراق خاصة وأن هناك تراجعنا في الواقع السياحي بسبب الحرب ضد عصابات داعش الأرهابية أعتبر هذا إنجاز كبير وعظيم دعم للسياحة المستدامة في محافظة كربلاء اندلت على شيء إنما تدل على نجاح هكذا مهرجانات بالنسبة للعتابة الحسينية على اعتبار أنه بكل مشاريع سياحية وخدمية هي الدعم الأكبر والمساعدة الأكبر لهذه المشاريع ولا سيما مهرجان ربيع السياحة تسجيع السياحة الدينية خاصتنا في المحافظات التي تشهد وضعنا أمنيا مستقرة تسهم في إيجاد فرص عملنا لأبناء تلك المحافظات وتعظم الواردات المالية لدى الدولة لقناة الطليع الفضائية زينب العلي كربلاء المقدسة ترجمة نانسي قنقل